بأدب طفل الأستاذ طبعا ندرس الموسيقى في مشواره التكوين بالمعهد العالي لتكوين إطارة شباب قدم وباشر حياته طبعا كأستاذ مكون أيضا بالمعهد التكنولوجي للتربية وأشرف على تكوين عديد من أساتذة في التربية الموسيقية أكثر من 150 لحنة توزع بين مؤلفة موسيقية 70 قصيدة شعرية وأيضا بين أنشيد موجهة للصغار والكبار نرحب بالأستاذ العيد حداد ومحبا بك أستاذ مرحبا بكم سيرة مختصرة فقط قدرت فقط بعض الخطوط هكذا نقول خطوط عريضة لهذه السيرة ولكن في نفس الوقت ممكن نتحدث عليها أكثر خير الكلام ما قل ودل خير الكلام ما قل ودل ومفيد في نفس الوقت أن نتحدث عن سيرة أستاذ عيد حدادو درست الموسيقى منذ أول مشوار نعم درست بالمدرسة والتي تكوين إطارات شباب تقصائي حاليا في ثمانينات وبعد ذلك انتقلت إلى معهد تكنولوجي لبوزريع قررت عامين وبعد ذلك انتقلت إلى المدرسة العليا الأستاذة أنا تخصصت في العلوم الموسيقية نعم لماذا العلوم الموسيقية أو لماذا الموسيقى في معهد آلي لتكوين إطارات شباب والله أشياء بداخل الإنسان هي التي تدفعه بدون هكذا عفوية بدون ملازحة هذا عفوية ما يختارش هو لما نختار والطفل كنت طفلا صغيرا وما زلت طفلا لحد الآن ولكنني كبير نعم يعني الداخل العقل الداخل كياني الداخل دائما أحب كل شيء له علاقة بالأطفال بالبراءة بالنقاء بالصفاء بكل شيء جميل نعم أنت تقول يعني تكتب بصورة عفوية لعالم هو عالم عفوية وعالم تلقائي عالم طفولة لا توجد صعوبات يعني في تمرير هذا الرسائل يعني يقول في نفس الوقت هي رسائل هاديفة يعني وهي طربية طبعا أنا المهنة تتساعدني كثيرا لأنني أستاذي طربية موسيقية في النظر الثانوية فأنت عامل منذ حوالي 29 سنة مع الأطفال المباشرة لكن مع أنت كل مستوى لازم كل فئة لازم ننقلها للغة البسيطة التي يستطيع أني يفهمني بها فمع مرور الزمن تمرست على الأشياء كما هذه وأصبحت أتكلم لي وحدي مع الطفل المسرح حتى في نفس الوقت مكتشف يعني نعم أكتبه ونخدمه مصرح الطفل المصرح الغنائي للأطفال نعمل مجموعات صوتية نخدمه مع الأطفال داخل القسم وخارجه وبدور ثقافة وكذا عندما تكون الظروف ملائمة وفيها الرائحة على الفن النقي النظيف نعم كيف هي مميزات وخصوصيات الأدب الموجهة للطفولة أن تكسب الأطفال أنشيد الأطفال وغيرها من الأعمال التي قدمتها نعم الأشياء الموجهة للطفلة خصوصيات باري وحدها لا تشبه الأخار لا تشبه الشعر العادي العمودي أو النطر أو لا فأنت يجب أن تكون بداخلك أن يكون بداخلك طفل وأنت ما أنت إلا وسيلة لكي تترجم ما يريد أن يقولها الطفل الشاعر أو الموسيقي لما أضع قصيدة نقول أنا يا طفل صغير نجري نلعب نحب نطير نحوس ونسير إلى آخره بلا ما ننسى قريتي ندخل أشياء هذه مكتوبة هنا تنمو هي كثيرة هي مرفقة لها اللحن المناسب هي كتابي أو مرفقة بقرص مضغوط كتابي كتب كاين بالعربية خرجت ديوانين بالعربية كل كتاب في حوالي ثلاثين أنشدة بالعربية في الألفين وواحد ثم زلت واحد في ألفين وثلاثة وزلت واحد في ألفين وسبعة وزلت واحد في ألفين وعشرة فيه اهتمام الآن ببعث أنشيد الطفولة يعني كما بكري الآن ربما أصبحنا يعني منعشوش في نفس الوقت الآن نوجد أطفال يميلوا النوعا ما يعني موسيقى عالمية يعني بهذا الأنشيد لا يمر عليه عادة ما يمر عليها مرور الكراب صدقنا يبتد من سن معين الطفل وهو في تكوين متكامل العقلي والفيزيولوجي والوجداني فيحتاج إلى أشياء تناسب مستواه الوجداني مستواه العقلي 16-17 كانت الأشياء التي نتعلموا راهقة بدأ بالدخل نذكر لكم حاجة التي عملتها لحنا لزميلي شاعر اسمه علي بطهر يقول حوار بين والد وأبي قالوا بابا من فضلك سمعني وعطيني من وقتك ساعة بغيك يا بابا تفهمني لا يمكن أن نقصر في الطاعة الشاعر مرفق بالموسيقى دائما طبعا طبعا أنا لما نسمحها يأتي الإقاع تحانا نذهب لها ونبدأ كمال لحنة يأتي واحدة نعم ما هي شيء قد يأتي الإقاع في نفس الوقت طبعا الإقاع وكل شيء جميل نعم وينت وجدت أن تذهب في الموسيقى أكثر أو في الشاعر أكثر أو تكمل لا قبل أن نبدأ في الشاعر كنت نرسم فدرسنا الرسم في إفتيق سرين ولكن مع مروض الزمن وجدت نفسي نكتب مع مروض الزمن عندما انتقلت إلى الدرق وجدت نفسي ألاحي نعم شاركت من قبل في مرتقيات هكذا طبعا طبعا شاركت شاركتنا في مهرجانات من بينها مع جنوى تسوف للأغنية الطربوية نعم وعدة مهرجانات كثيرة جدا كنا نقدم أشياء هنا في مؤسسة تلفزيون للأطفال في صباحيات أو في حتى فلاشان دو نعم نعم هذه الأنشيد هي قلت أنشيد وفي نفس الوقت يعني أغنية طربوية والشوء الآن موقع حضور الأغنية الطربوية يعني في المقاررة الدراسية أنت أستاذ موسيقى تقري يعني هي كحصة أو كحصة نشاط هكذا كنشاط أو كحصة تربية موسيقية هي كي نعنصر النشيد يجب أن يحطر في وسط الحصة وإلا ستصبح حصة تاريخ الجغرافية أو لا رياضية كي نستماع نربي الأذن طفل نربي أذن طفل الأذن هي المستهدفة بيش تصبح عنده التلميذ عنده أذن موسيقية تسمع تفاصيل أو تسمع ما لا يسمعه الأخرون مثل الرسام يرى ما لا يراه الأخرون والشعر يفهم من المعاني ما لا يفهمه الأخرون فالطفل نعطله هذه الملكة لكي يستفيد منها على طل حياته الدراسية والمهنية إذن في البداية كل أطفال عندهم هذه الملكة يعني طبعا نغذيوها أكثر نغذيوها أكثر ننميوها أكثر عن طريق تمانينات ومقطوعات تلائم مستوهم العقلي لأن الأنشيدة عادة ما تذكرنا بأيام الدراسة أيام الدراسة الجميلة يعني نعم لأنه ما توصل الجامعة خلاص أنت محتاج والله كين بداخلك طفل صامت ينتظروا من سكن يهزوا بلك فقط فين أنت كيف تزنت الأطفال يعني كيف تشجعهم أكثر تحفزهم يعني ترافق إبداعاتهم مواهبهم نتكلم بلغتهم نعم لجب أن أنزل إلى مستوهم وأتكلم بلغتهم حتى هما يقبلوني ما نفكرونش يعني مستحدثوا يعني مسابقات يكون في إطر مناسبة موسابقات موسابقات ولكن لا شيء ظهر يعني الميديا الرسمية لا تهتمش كثيرا بهذا ولكن في القاعدة في دور ثقافة ولا كين هذا ولا رياض الأطفال نعم نعم رياض الأطفال أنا الدوع لي أشياء مهمة جدا من كتب الأنشيد رغم أن هما ما زل ما دخلوش للمدرسة وحصل لأن عملت لما أقترحوا لأن أطفال صغار كنت فرحان لذلك عمدي مهمة لازم نزيد نكتشفها هي الأطفال أقل مين خمس سنين نعم أنت ذكرت لي للمسرح في نفس الوقت ما هو أحضوري الموسيقى مكملة لعمل حتى المسرح يعني بيك الشعر والأنشودة في العمل المسرحي صدقني موجهة للطفولة نعم هي الفنون مكملة ببعضها لما ندير عرض مصرحي نجد الرسومات لطبلوم لور نجد الرسومات ورسوم الدخل هم بعد الموسيقى الصويرية وعد خلية الموسيقى هم بعد الأداء مع الأطفال فيها لذة فيها 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 واحد الحلاوة الدخل منقطعة ناظير مع الأطفال الطفل يمثل ويبرهن على قدراته ويغني ويعزف وعطيت لي وقت أنكم فهم في هذه الزيارة مفاجئة نجد لكم الأطفال على المباشر والألات الموسيقية أنشيد الأطفال بكل صدق هم كائنا كائنا موجودين في مؤسسات وعندي هنا وعندي هنا وعندي هنا في المعاهد الموسيقى طبعا يعطيك صحة على حضورك الأستاذ العيد حدد تحب تقول كريمة يعني في اختام دردش الله أدعو أدعو الناس المسؤولين على الشي على عالم الطفل في بلادنا باش يلتفتوا لنا احنا عندنا اشياء مهمة جدا مبهرة في السيديات والكتب وما يرحش يجيبوننا أنا أحترم كثير محمد فوزير هو الألف هو الألف نعم نحترم كل ونحترم كل ولكن يجيبونا ماما زمنها قيا ويخلو أشياء المهم أن يكون فيها نشيد يكون كلها طربوية يكون فيه اهتمام بكل الفناني وبكل المبديل الغر نحن عندنا قضية أن نظلوا من أجلها وهي طفل الطفل هو طبعا مركز اهتمامنا ومساندة نور عائتنا في كل الأوقات نحيي كل زملائي في التربية الموسيقية عبر الوطن وكل الفنانين وكل أساتيث التربية الموسيقية والفنية والشعار وهذا المطلوب من أساتيث ينتم بعد كل ما هو طراث وكل ما هو فن جزائري أشكرك جزيل أشكرا الأستاذ العيد حدد على حضرك في البرنامج ومتمنون إن شاء الله نجح وتوفيق شكرا جميع مزيدا معكم مشاهدين حتى العاشرة تبقى التبقى